دلوقتي مشاهدين موجز الأخبار معلين دا تفضل لي لين شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ووجه رئيس سيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرأي بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا الموارد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة كما وجه رئيس سيسي بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الرأي مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أخدا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظره الإسباني خسيمانوال ألبراس في العاصمة الإسبانية مدريد وصرح المتحدث باسم الخارجية أن المباحثات تناولت ملفات التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا حيث رحب الوزيران بواتيرة التعاون المتنامي وأهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كافة المستويات تحقيقا لمصالح البلدين وأكد شكري على التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجاري وخاصة من خلال زيادة الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات بمدينة القدس المحتلة وأوضحت وكلة رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن أن فرنسا وإعلان دواصين والنرويج والإمارات طلبت عقد هذا الاجتماع بعدما أصيب أكثر من عشرين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه جرى اعتداء من قبل القوات الاحتلالة الإسرائيلي ومستوطنين بباحات المسجد ومحيطه قال الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي أن القوات الروسية بدأت هجوما جديدا على طول معظم الجناح الشرقي لأوكرانيا وأوضح زيلنسكي أن القوات الروسية بدأت معركة دونباس التي يستعدون لها منذ فترة طويلة وعززت روسيا قواتها في شرق أوكرانيا بالقوات التي سحبتها من شمال أوكرانيا وبلاروسيا للسيطرة الكاملة على منطقتين دونتسك ولوغانسك التي تشكلان ما يعرف بدونباس أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت مستودعا ضخما للدخيرة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة قصفت مركز الدعم اللوجستي المشترك وتم تدبير الدفاعات الكبيرة من الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الماضية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأكد كوناشينكوف أنه تم تدبير أيضا مصنع لتجهيز الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية وتدمير مركز قيادة كتيبة الدفاع الإقليمي ومستودعين للدخيرة وتخزين الوقود أعلن رئيس جنوب إفريقيا سريل راما فوزا حالة الكارثة الوطنية بعد أسبوع على الفيضانات المدمرة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد وأوقعت أكثر من 443 قاتيلا على الأقل وقال راما فوزا في خطاب عبر التلفزيون أن الفيضانات خلفت مصيبة إنسانية في البلاد ونشر الجيش في جنوب إفريقيا حوالي عشرة آلاف عنصر في المناطق المنكوبة ولسيما في منطقة ديربن لمساعدة سكانها المحرومين من الطيار الكهربائي والمياه وتسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلقات تربة مميتة ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت إلى أكثر من ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما وقال رئيس خدمات الغاز الطبيعي وطاقة الأمريكا الشمالية إنه من المرجح أن يكون تأثير الأزمة الأوكرانية طاويلة الأمد بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية وعلى مدار العام ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 108% ترجمة نانسي قنقر